اليقين منهج الذاكرين وفي كل حال الكلمة صح المؤمن ينظر بنور الله عز وجل يوم الأيام سيدنا عثمان بن عفان دخل عنده رجل وسيدنا عثمان لما اطلع فيه قال له أيدخل أحدكم أيدخل أحدكم على خليفة رسول الله عن نفسه أيدخل أحدكم على خليفة رسول الله وأثر الزنا في عينيه فرجل فتل قال أنبوة بعد رسول الله أنه يا أمير المؤمنين اللي بتحكيه كلام نبي هذا شو عرفك فقال اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله عز وجل فقال يا أمير المؤمنين وأنا جاي عندك على الطريق كانت فيه وحدة مرأة ماشي في الشارع فأنا نظرت إليها فدخل على أمير المؤمنين وأثر المعصية في عينيه طب سيدنا عثمان شو عرفه اللي عرفه فراسة المؤمن فراسة المؤمن طيب لما سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه أراد أن يصنع سكين ومر عند أبو لؤلوة المجوسي وكان هو عبارة عن حداد حداد بصنع سيوف وسكاكين فقال له بدي من عندك سكين هيك تصنع ليها يعني وصى على سكينة فقال أبو لؤلوة لأصنعن لك سكينة تتحدث بها العرب لما طلع سيدنا عمر شو قال قال سيدنا عمر قتلني الكلب قتلني الكلب هذا شتمه طيب سيدنا عمر شو عرف يعني سيدنا عثمان نظر بعينيه فعرف سيدنا عمر سمع بأذنه فعرف إذن في شيء بخلي الإنسان يفهم اللي قدامه اليوم صار عبارة عن علم وصار يقول لك هذا البدي لانجوج وحركات الجسد ونبرة الصوت إلى غير ذلك إحنا كمسلمين العلم هذا موجود عند المسلمين شو اسمه اسمه البصيرة والبصيرة غير البصر البصر بتشوف فيه كاسة المي بتشوف فيه حبت الليمون لكن ليش لما تشوف حبت الليمون هيك جسمك بحيص بيرج جسمك انت ذقت الحموضة لا البصر رأى الليمونة والبصيرة ذاقت الليمون البصيرة ذاقت الليمون ليش انت لما بتشوف أكل وانت جعان بتحس ريقك طب انت ذقته لا ما ذقته لعد شو اللي بصيرتك ده ميزك بين البصر والبصيرة البصر شاف المي والبصيرة بتحس بالإرواء المؤمن إذا زادت بصيرته أصبح يفهم الأشياء من حوله دون أن يراها بعينه ولذلك قال لك الفراسة نور يقذفه الله في قلب المؤمن نور بتصير لما تشوف الرجل هذا أنا مش مرتاح له ليش هيك أنا مش مرتاح له بس طبعا مش تروح تنكل بأهله لما تكون مش مرتاح له تبدأ تغتاب وتنم لا لا أنا مش مرتاح له سيدنا أوبكر الصديق رضي الله عنه جاءه رجل فقال يا خليفة الرسول تمشي معي في حاجلي فسيدنا أوبكر يلا على بركة الله فأراد هذا الرجل أن يأخذ سيدنا أوبكر الصديق من طريق ثاني فقالوا لا أنا ما بروح معك يعني أحس سيدنا أوبكر الصديق أنه مدام ناوي يأخذني من الطريق غير الطريق المعروفة هذا في عنده مشكلة يتخبع عن الناس هذا من سميها البصيرة نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين على شو المتوسم المتوسم هو الذي عنده فراسة ما قال ربنا الآيات اللي عندهم عيون لا ما أنت في عندك عيون عمياء في عندك عيون عمية لهم عيون لا يبصرون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها قال لك إن في ذلك لآيات للمتوسمين للفهمنين الذين يرون ببصائرهم ما لا ترى أبصارهم ولذلك قال الشاعر قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش في ملكوت رب العالمين هاي قلوب مين؟ قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وقلوبهم شو كما العاشقين ولها أجنحة تطير في ملكوت رب العالمين مش القلب هذا المضخة المحطوط في قلبك لا فيه هناك قلب آخر للمتوسم المتوسم هو الذي يرى بنور الله عز وجل فإذا رأى إنسانا حكم على جوهره من خلال مخبره من خلال مظهره دون أدلة طب كيف نصير من هذول؟ أيوة قلق قراءة سورة الكهف من قرأ سورة الكهف أنار الله له سبعة أيام وزاده ثلاثة سنجعل لهم فرقانا فرقان قوة عقلية وقلبية يميز بها بين الحق والباطل بدون دليل وهو سؤال يقول لك والله يا عام يا عاجل عاجل تجذبين والله مبيم سولي فنو تجذب ولذلك من طريقة الكلام من طريقة الأداء بتعرف إنه هذا إنسان مش صح كانوا مشايخنا الله يزيهم الخير رحمة الله على الأمواتهم وربنا يطول في عمر الأحياء كانوا يقولوا العوام يعني كذب لا تستهينوا فيهم يعني أنا واقب أخطب الجمعة لا تستهين بلي قاعد قدامك ما عارفك بتنافق وبتكذب ولا عارفك بتحكي الصح لا تستهينوا بالعوام هذا اسمه علم الفراسة لكن هالعلم هذا كيف يرقى كيف بدك تصير عندك فراسة كيف بدك تقوي هذه العضلة عضلة الفراسة بين قوسين عضلة لأنها قدرة قيام الليل فإن قيام الليل شرف المؤمن ينير الله عز وجل به قلبك وعقلك سورة الكهف الاستغفار لأن الاستغفار يجلو القلب يغسل القلب فيصبح القلب قادرا على أن يرى ما لا يراه الآخرون القلب لأنه هذا الفراسة مركزها بالقلب أيوة فإنت بدك تزيد فراستك طبعا فيه فراسة من خلال الشكل أنه والله لما نشوف إنسان بالشكل المعين الفلاني يدل على الخلق يعني أنت مثلا لما تشوف حبة ليمون خضرة شو بتقول ما فيهاش مي طبعا أنت شفت أن ما فيهاش مي لا لكن شكلها لونها على صغر حجمها بيدل على أنه ما فيها مي لما تشوف حبة الرمان واللي هي ضخمة هيك وبدأت تتسطح شو بتقول روياني مي طبعا أنت ذقتها لا ما ذقتها بس شكلها الخارجي يدل على إنها مليان مي شكلها الخارجي يدل على إنها مليان مي هاي سفات خلقية فراسة عن طريق الأخلاق عن طريق الخلق الخلق عن طريق الخلق يعني لما شوف إنسان مثلا خلقته شكل معين يدل على أخلاقه ما أنا بديش أقعد أحكي الآن أوصاف معنفية مثلا يعني أوصاف معينة حتى ما سي نطبق على بعضنا نقول أنت كذا وأنت كذا لا لكن لو شفت إنسان واسع العين عسيب المثال لو رأيت إنسان واسع العين وعينه فيها شوية حمرة تدل على الشجاعة تدل على الشجاعة ناشي قد يحكي أوصاف حتى ما نبدأ نطبق على بعض بس الفكرة كالتالي إنه هناك فراسة من طريق الخلق من شكله تستدل على كذا مش بقول لك والله في الآن عيونه زرق والسنانه فرق يعني هذا بصيب بالعين هم بيقولوا هيك طبعا مش لا أقر بس الفكرة إنه من خلال خلقته بتدل على أخلاقه أي بس أل بدنياه إحنا مش هاي الفراسة بدنياه بدنياه فراسة المؤمن الذي يقذف الله عز وجل في قلبه من معرفة الأشياء من خلال تقوية بصيرته كيف قويها سورة الكهف قيام الليل كثرة الاستغفار كمان وحدة مجالسة الصالحين ولا فيه زي مجالسة الصالحين لتقوية الفراسة ليش لأن ما بتجالس الصالحين تعرفوا طعم الصح مذاق الحلال تعرف طعم الحلال يعني السماع بتسمع منهم حلال الرؤية ترى منهم الحلال الكلام تسمع منهم الحلال النظرة ترى منهم الحلال التصرف تصرفون حلال أي مجالسة العلماء والمشايخ والصالحين مجرد ما تططع المجتمع أول ما تيجي كلمة غلط في إذنك بتحس إنه هاي الكلمة غلط ولذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه أو قبله سيدنا علي رضي الله عنه سيدنا عمر سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كان لما يجي واحد يسأل في السلافة وهو قاعد يقول له بلاش من هاي يحكي يقول له اسمع بلاش من هاي فكل القاعدين يقولوا ما قاله أمير المؤمنين احبس هذا احبس بلاش منها ما قال أمير المؤمن عن كلمة احبس هذه إلا كانت كذبا طب كيف عرفت آه لأنه أذنه تعودت على الحلال الآن لما تيجي عند واحد صايغ ذهب مشانا قربي لكم الصورة نيجي عند صايغ نعطيها الخاتم بيعمل له تحاليل مشانا يعرف منه ذهب ولا لا أول ما يمسكو لك لا يا عم هذا مش ذهب ولا أول ما يمسكو لك هذا عيار واحد عشرين ولا ثمنطعش ولا بقول لك هذا مطلي ذهب طب كيف عرفت انت حللته لا لكن لأنه تعود على الذهب على الذهب على الذهب كل يوم بيمسك ذهب بيتعامل مع الذهب بيصيغ ذهب بيعمل ذهب صار أول ما يجيه خاتم تقليد يعرف انه هذا مش صح الذي يجالس الصالحين لأنه يعتاد على الحلال يعتاد على الطاعة ينظر في وجوههم فهي عبادة يسمع كلامهم فهو عبادة ينظر إلى أحوالهم فهي عبادة يتأدب بأخلاقهم فهي عبادة لأنه تعود على هالجو أول ما تيجي شغلة سيئة بيعرف ان هذا مش صح لما يكون واحد عايش في قرية أو بالريف الهوى معقام اللقمة الخبز ما فيهاش لا لا هرمونات ولا فيها محسنات ولا فيها مواد حافظة حبت البندورة لا فيها هرمون ولا فيها إشي حبت الإخيار برضو نمو طبيعي هذا الإنسان نفسه جيب وحطه بالمدينة أول ما يمسك حبت الإخيار يقول لك لخيار طعمه غريب طيب هم خيار زيخ لا هو تعود على الطعام الصحي أول مذاق لقمة فيها مش مصبوطة بيقول لك هذا خطأ مجالسة الصالحين مما يعين على الفراسة بس مش مع الكلام نبدأ نحكم على بعض نصف بعضك إيه والله عيون عيون واحد جذاب لا هذا حرام الحكم لكن الفراسة شيء من ذاتك إليك إنت الفراسة إيشي لذاتك ربنا شو قال أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في الناس وين النور يعني هو ضاوي لا جعلنا له نور أي أن الله قذف في قلبه من قدرة الفراسة حتى أصبح يرى الصالحة من الطالح ولذلك والله يا إخواني مرات تطلع بوجه واحد تعرف أنه مصلي الصبح أو أنه رايح على يصالة الصبح أو أنه قضاها أو أنه مش مصليها بالمرة تخرج بعض البلدان فبتعرف أنه هذا مسلم وهذا غير مسلم سبحان الله من الوجه من وجهه هذا بسموها فراسة المؤمن فراسة المؤمن نور يقذفه الله في قلبك شو أسبابه؟ قيام الليل الاستغفار جلاء القلوب سورة الكهف تجعل لك نور ومجالسة الصالحين لأنك بمجالسة تعرف الصواب فإذا جاء شيء خاطئ على طول تلقته هذه صفات قوية في ذاتنا بس برضع مرة ثانية بقول مش نقويها في الذات من أجل أنه نحكم بها على الآخرين لا من أجل أن تعيننا على الطاعة نسأل الله تعالى أن يرقينا بأخلاقنا وأرواحنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر